اهلا ومرحبا بكم مازال مشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامج 10 سكايب حديث عراقي طبعا معا في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن قرب ما يسمى الانتخابات المبكرة واليوم نكمل الحديث ايضا عن هذا الموضوع ربما كل هذا الاسبوع سنتحدث فيه عن موضوعة الانتخابات لانها هي الاكثر اهمية على الساحر العراقية الانتخابات طبعا طوال هذه السنوات دعونا نقول اولا طوال هذه السنوات وخاصة من عام 2014 لحد الان وقبلها حتى قبلها كانت الميليشيات منذ عام 2003 وحتى عام 2014 تنمو وتكبر وتتوزع في جميع انحاء العراق وتمول خارجيا وترعى من قبل امريكا وايران وغالبيتها يعني هي وغالبيتها كلها هي مملوكة لايران ميليشيات ايرانية وتنفذ اجندة ايرانية وتتخادم مع امريكا في اذلال العراق وتدمير العراق هذا واقع الحال حتى عام 2014 عندما خرجت علينا هذه فتوى ما يسمى بالجهاد الكفائي وخرج ما يسمى بالحجد الشعبي واذا بالميليشيات تحت اطار تبنته الحكومة وقالوا انه رسمي ميليشيات تحت مسمى الحجد الشعبي هذه الميليشيات كلها هي تحترف تقول انها ولاية وانها ولا اهل ايران ولا اهل الولي الفقيه وهكذا تتحدث ووصل بهم الحال الى البجاحة بطريقة غريبة عجيبة ان البعض منهم يسأل اذا ما افترضنا ان هناك حربا ستجري بين العراق وايران يعني مع من ستقفون يقولون مع ايران وهم يعني يتمولون من العراق واخذوا الرواتبهم من العراق وعيشون في العراق ويكلون من غيرات العراق ويقتلون بالعراقيين هذه واحدة المهم مع الحديث عن هذه الانتخابات المبكرة مع قتل الشباب ومحاولة اجهاض ثورة تشتريين قتل اكثر من الف شاب بيد الميليشيات والتوى الامنية جرح اكثر من 32 الف من الشباب والحديث عن انتخابات مبكرة ومجيء الكاظمي وكل هذه المسرحية المقيتة كانت الميليشيات تعد نفسها منذ فترة طويلة لكي تتولى الامر بشكل مباشر طوال هذه السنوات وخلال الانتخابات كانت الميليشيات لها يد سياسية لكن بطرف خفي يعني من وراء اقنعة من وراء مجاميع خاصة هي ما تتولى من وراء حواجز معينة هي التي تتولى احزاب وقوى هي لها تأثير على كل الاحزاب وهي تابعة لكل الاحزاب فالاحزاب هي من تمثلها سياسيا وهي من لكن في هذه الانتخابات مع مرور الوقت الميليشيات وبعد تغولها وقوتها وتسليحها وامتلاكها للمال والسلاح الآن تفكر بشكل واضح وهي تعلن ذلك تريد ان تكون السياسة ايضا بيدها فلذلك هذه الانتخابات ظهرت على الساحة اعلانات الميليشيوين في كل مكان ممثلين عن بدر وممثلين عن العصائب وكتاب حزب الله وجماعة مقتد الصدر وغير كلها ميليشيات سائرون وغيرها كلهم لديهم ممثلين عنهم في الانتخابات يريدون الآن أن يحكموا بشكل مباشر وليس عن طريق أغطية ليس عن طريق ممثلين عنهم لا يريدون أن تكون ورقة السياسة بأيديهم مثل ما هي ورقة القوة قوة السلاح وقوة المال بأيديهم الآن يمتلكون قوة السلاح وقوة المال والقوة السياسية لكن من وراء سواتر من وراء ستارة معينة يختفون وراءها لكي ينفذوا أجندتهم السياسية لا يعني يريدون أن يظهروا على الساحة ويكونونهم وجها لوجه المتحكم بالعراق لكي يضمنوا ضبط سياساته بالاتجاه الذي يريدونه سياساته الداخلية والخارجية وليسوا من خلال وسطاء يعني هؤلاء الوسطاء انتهى دور الوسطاء مرحلة الوسطاء قد انتهت الآن لديهم مشروع للظهور بشكل مباشر الميليشيات تريد أن تتمثل بشكل مباشر في البرلمان وليس من خلال وسطاء هذه هي الحقيقة النفوذ هذا تريد أن تعززه سياسيا النفوذ المالي والنفوذ السلاح تريد أن تعززه سياسيا وتمتلك الورقة السياسية فقوة الميليشيات هذه الآن نشاهدها على الساحة والكثير يتحدثون عنها قوتهم حتى في الدعاء الانتخابي هم لديهم المال ولديهم السلاح لديهم القوة لديهم الارهاب والترهيب والناس لا تستطيع أن تجاريهم حتى لو كانت الانتخابات نزهة يعني مسموح للآخرين لكن لي لا يسمحون لهم يعني مثل ما يتحدث الكاظم ينسمح للجميع هذه كلمة كبيرة لأن من موجود على الساحة هم يمتلكون السلاح يمتلكون القوة يمتلكون المال وهذا المال كله من الدولة من أين لهم؟ من أين لهذه الأحزاب ومن أين لهذه الميليشيات كل هذا السلاح وكل هذه الأموال؟ من أين لهم؟ ليقولوا لنا لديهم أرصفة بالموانئ لديهم مطارات لديهم منافذ حدودية لديهم لديهم مكاتب اقتصادية لديهم كل شيء سيطروا على الاقتصاد وسيطروا على المال وسيطروا على المجتمع والسلاح والأمن وهكذا الميليشيات استهدفت الناشطين منذ أشهر عديدة كل من يجدون فيه ناشطا ممكن أن يترشح للانتخابات وممكن أن لا يستطيعوا إحكامه أو السيطرة عليه يستهدفونه أما بالقتل أو التهديد أو التضييق وهكذا كانت طوال هذه الشور فبالتالي هذه الانتخابات انتخابات لترسيخ حكم الميليشيات ليس أكثر لذلك جرى الحديث قبل فترة في إيران وفي أوساط هذه الميليشيات أنه الآن قد وصلنا إلى المرحلة التي يمكن أن نعلم بها الحرسة الثوري العراقي تشبه بالحرسة الثوري الإيراني هذا متى؟ بعد الانتخابات بعد أن تكون انتخابات ترسيخ حكم الميليشيات في العراق ورقة سياسية بيدهم مثلما ورقة السلاح ورقة المال بالتالي يعلنون القرارات التي يريدونها ولا أحد يستطيع أن يفتح فما هو وسيقولون أنها انتخابات شرعية وأن الشعب هو الذي شارك بها حتى لو قاطح الشعب سيقولون هكذا هؤلاء معروفة سيشترون الشرعية الكاذبة بأي شيء مثلما قالوا في انتخابات عام 2018 لم يشارك 82% من الذين يحق لهم المشاركة وقالوا أن حجم المشاركة 47% وهي لا تجزاوز 18 17 أو 16% لاحظ كيف يكذبون على الناس فلذلك قضية النزاهة والشفافية هذه التي تحدث بها مصطفى الكاظم وغيره هذه يعني ورقة قديمة ومستهلكة ولا يمكن الوثوق بها أبدا لأن واقع الحال يعني يثبت أن الحقيقة على غير ما يدعون به واقع الحال يثبت أن الميليشيات هي القوة الأساسية وهي من تريد أن تجير هذه الانتخابات لصالحها تريد ترسيخ حكمها في العراق وحكم الميليشيات قادم بهذه الانتخابات أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم